اهلا بحضراتكم في هذه التغطية جهود كبيرة قامت بها وزارة الكهرباء لتنفيذ خطة التحول الرقمي والاعتماد على احداث اساليب التكنولوجيا الحديثة لتقديم الخدمات للمواطنين الكترونيا في التيسير على المشترك في الحصول على طلبه سواء فني او تجاري او اداري للتيسير على المواطني الحقيقة ان المتحدث باسم وزارة الكهرباء دكتور ايمان حمزة اوضح ان التحول الرقمي الذي يشهد قطاع الكهرباء حاليا في مصر يجعل المشترك سواء كان مستثمرا او مستهلكا يحصل على كافة طلباته من منزله او من مكتبه دون الحاجة الى التوجه لشركة الكهرباء خاصة ان كل الخدمات اصبحت الكترونيا حاليا وتشمل كافة خدمات الوزارة وليس دفع فواتير الكهرباء او تقديم الشكاوى فقط بالاضافة الى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء والتي تتيح طلب تركيب عداد او طلب اجراء مقايسة وسداد قيماتها ايضا الكترونية وتعمل بانتظام وبأعلى جودة طوال العام وخاصة خلال شهر رمضان المباركة خلينا اقول لحضراتكم ان الشركة القابضة لكهرباء مصر انتهت من اطلاق كافة خدمات المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الالكترونية التي يبلغ عددهم ما يقرب من 26 خدمة اصبح المواطن ليس في حاجة للذهاب لشركات توزيع الكهرباء تماما خاصة ان المنصة الموحدة يمكن من خلالها تقديم الطلبات وسداد الرسوم وعمل كافة الاجراءات ايضا وزارة الكهرباء لديها العديد من التطبيقات الخاصة بشحن العددات مسبوقة الدفع ومنها تطبيق سهل والذي تم تطويره ليشمل جميع انواع العددات مسبوقة الدفع بالاضافة الى تطبيق كهرباء خالص وفوري ويتم تحميلهم مجانا من ابل ستور او بلي ستور وذلك بجميع شركات توزيع الكهرباء التسعة على مستوى محافظات الجمهورية لشحن العددات مسبقة الدفع ويدعمون خاصية الان اف سي في اي وقت واي مكان الجميل ايضا ان وزارة الكهرباء سهلت كل الخدمات على المواطنين وكل ما يحتاجه مستخدم العدد مسبوك الدفع تفعيل خدمة الان اف سي عن طريق التوجه لشركة توزيع الكهرباء التابع له واستبدال كروت الشحن القديمة بكروت تدعيم خاصية الان اف سي من خلال شركة التوزيع خاصة ان الكروت الجديدة متاحة بجميع الشركات الحقيقة ان خدمة الشحن بنظام ان اف سي لن ترتبط بموعيد او اماكن محددة لشحن العددات وان عملية الشحن تتوقف على وجود رصيد كافي في المحافظ الالكتروني او بكروت الفيزا وهو ما يمكن للمشترك من شحن العددات في اي وقت دون الانتظار لانتهاء العطلات والاجزاء ايضا كرت الشحن الجديد الذي يدعم خاصية ان اف سي يوجد به مميزات عديدة من بينها امكانية شحن اكثر من عداد من نفس الهاتف المحمود طالما يوجد به رصيد كافي علاوة على اتاحة بيانات الاستهلاك وبيانات عمليات الشحن التي تمت على الكرت وكمية الكيلوات ساعة التي استهلكها المشترك مستمرين في تغطية اخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع شكرا جزيلا لحضرات